طالب مدير مكتب الصحة والسكان في مدينة تعز الدكتور عبد الرحيم السامعي الحكومة الشرعية والتحالف العربي وكذلك المنظمات المحلية والدولية المساعدة في إنعاش القطاع الصحي المتدهوري بالمحافظة وقال السامعي في تصريح لياما شباب إن حالات سوء التغذية ازدادت في الآوينة الأخيرة بشكل متصاعد رغم التعافي البطيء في العام 2017 وصلت حالة سوء التغذية 17721 حالة وفي هذا العام في الربع الثالث من العام 2018 وصل عدد حالة سوء التغذية 9721 هذا الرقم بحسب الأوضاع التي يعيشها القطاع الصحي حاليا نعتقد أنه سيتضعف وبالتالي تعز تعاني من سوء تغذية بسبب الحصار الذي يفرض على هذه المدينة منذ أربع سنوات بالإضافة إلى انهيار النظام الصحي خلال سنوات الحرب الماضية المطلوب لحل هذه المشكلة هو انتشال كامل للقطاع الصحي وإعادة العافية إليه بتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية وتشخيص ومعالجة سوء التغذية للأطفال مادونة الخامسة بالمكملات الغذائية وتوجيه المنظمات الدولية للعمل مع القطاع الصحي المتواجد وعودة نازحين من الموظفي القطاع الصحي خارج المحافظة اشتركوا في القناة